السلام عليكم ورحمة الله. آآ اخر نقطة كنا وقفنا عليها هي الانترنت او الانترنتوركس او الشبكات البينية. فبيقول هي عبارة عن او انترنتورك او انترنتورك. نقط يعني بيقول ده مش الانترنتوركس. لا احنا قصدنا هنا الانترنتوركس. اه اللي هي الشبكات البينية اللي موجودة او اللي بتربط ما بين الشبكات المختلفة وبعضها. زي انترنت كونتينت بروفايدرز اكسس اه نتوركس انتر برايس نتورك هوم نتورك تو اه تو انا ناصر. يعني بنسبة لك الانترنت ده اللي هي الشبكات البينية او الانترنتوركس ديت الشبكات البينية اللي بتربط لك الكونتينت بروفايدر مع الاجسس نتورك. كل انواع الشبكات اللي تكلمنا عليه قبل كده والانتر والهوم نتورك بيربط كل الشبكات اللي فاتت ديت مع بعضه. اه اه تمام? اه اللي هو طبعا دي اللي بيقى فيها اللي بتربط الشبكات بتاعتك مع بعضها بتربط مع بعضها بتربط مع بعضها بتربط الشبكات المختلفة مع بعضها. تمام? يبقى دي احنا ممكن نعتبرها او نوصفها بانها شبكة اه زي في حالة الوان. تمام? اه انترنت اه انتركنيكشن اه انتركنيكشن اه انتركنيكشن اه اندبندنت تمام? اه انتركنيكشن اه انتركنيكشن. تمام? يبقى اللي انت بتستخدمه عشان تربط ما بين الشبكات دي وبعضها بيبقى هو انت طبعا داخل نفس الشبكة بتستخدم طبعا عايز تربط بقى شبكات مع بعضها بتستخدم الجيتوي. اه طبعا الاختلاف ما بين الجيتوي وما بين آآ بقي الانواع التانية من يعني هنتكلم عليها ان شاء الله في فصل مستقل يعني هنتكلم فيه على كل اللي احنا بنستخدمها في مجال الشبكات من اول اللي ممكن نستخدمها وانواعها لحد الاجهزة المتاحة عندنا في الشبكات زي والراوتر والسويتش والجيتوي وغيرهم. آآ هنا بيورر لنا بالنسبة لنتورك هاردوير آآ اللي طبعا كل شبكة من انواع الشبكات اللي اتكلمنا عليها سواء او اللي هي البان او اللان او المان او الوايد اريا او الانترنت كل واحدة منهم بتغطي مساحة قد ايه? تمام? فقال لك بالنسبة لك في حالة بتبقى تمام? آآ في حدود مسلا آآ واحد متر. آآ آآ لو دخلنا بعد كده على اللان هتلاقي قدامك من عند عشرة متر لحد في مسلا آآ لحد واحد كيلو متر مسلا ولا حاجة. تمام? آآ طبعا واحد كيلو متر ده ممكن مع التحسن التكنولوجيا يعني او مع تكنولوجيا عالية الواحد كيلو دي تبقى لحد عشرة كيلو. المان بالمساحة سيتي هو من دي لك لحد عشرة كيلو متر وطبعا تقدر تزودها آآ بشكل بسيط برضو لو انت كنت معالي التكنولوجيا بتاعتك او بتستخدم ادوات آآ افضل يعني. وبعد كده الوان آآ اللي هي زي ما قلنا ممكن تغطي لك مساحة آآ دولة او تغطي لك مساحة قارة. طبعا هنا كان عندنا ما يغطي مساحة مدينة. هنا مبنى او آآ حرم جميعي او كده. تمام? فطبعا بالنسبة الوان عندك ممية كيلو لحد الف كيلو. آآ انترنت ده بيغطي الكوكب كله يعني. بتغطي مساحة الكوكب. آآ هنا كان بيكلمنا عن آآ نوعين من انواع الشبكات اللي هي شبكة التليفون اللي هي زي اللي موجودة عندنا في الصورة دي طبعا مش هتلاقي فيه اتصال بكل آآ المستخدمين. يعني المستخدمين دول تمام ما لهمش اتصال مباشر مع بعض. لا انت عامل توصيلات رئيسية وبالتالي بعد كده يعني انت هنا مجموعة مستخدمين وفيه آآ شبكة سنترال وهنا مجموعة مستخدمين واصلين بالسنترال وبعدك السنترالات ديت فيه كبلات رئيسية بتربطها مع بعضها يعني. تمام? لكن مش كل الناس دي وصلها مع بعضها. يعني انت مش واخد شكل مش طوبولوجي. وكل الناس بمتوصلة بعضها. آآ هنا طبعا هتلاحز اللي عدد التوصيلات اللي موجودة كبير جدا يعني. يعني هو هنا عامل عدد كبير جدا من التوصيلات طبعا ده كان اقتراح اللي التوصيلات تبقى بشكل زي اللي موجود قدامنا ده وطبعا الاشكال زي كده دي مكلفة جدا يعني. عشان نعمل عدد التوصيلات اللي موجودة عندنا ديت هيبقى التكلفة كبيرة جدا. لكن بيبقى طبعا الاسهل انت هيبقى عندك وحدة او سنترال وكل الناس واصل عليه وبعد كالسنترال ده يبدأ يوصل مع السنترال اللي جنبه واللي بعد وهكذا او مع السنترال الرئيسي. آآ هنا كان بيكلمك برضو على الشبكة بتاعت آآ الاتصال. طيب آآ اللي عايزين نتكلم عليه بقى النتورك سوفت وير. تمام الكلام ده? بالنسبة النتورك سوفت وير هنتكلم كده بشكل سريع عن البروتوكول هيراريكيز. هيراريكيز اللي هو للوقت شكل هرم يعني او شكل كده. تمام? آآ بعد كده هنتكلم عن بعد كده هنتكلم عن الفرق ما بين والكونيكشن وبعد كده هنتكلم على سيرفز آآ وبعد كده هنتكلم على العلاقة ما بين السيرفز والبروتوكول. هنا بيحاول يوريك بالنسبة للبروتوكول هيراريكي. انت طبعا آآ في الموديل بتاع الشبكات بتاعتنا اللي احنا بنتكلم على هتلاقي مسلا موجود عندك آآ سبع في حالة الموديل التاني اللي هو بتاع هتلاقي موجود عندك اربع تمام? فالفكرة اللي انت بيبقى عندك ما بين كل والتانية في او بمعنى تاني في معلومات انت بتضفها ما بين كل والتانية. تمام? عشان عند المرسل توصل عند المستقبل يعني انت بتبعت مسلا بيانات ما بين واحد وما بين اتنين. تمام? فما فيش آآ تعامل ما بين الاتنين. لا هو في بروتوكول اللي هنا واللي هنا بيبقوا الاتنين فاهمينه. يعني ده هيحط عدد من الاصفر وحيد وعدد من البيانات لما توصل للشخص الجهة التانية هيقدر هو يفهمها ويفهم ايه المطلوب من الرسالة دي. يعني مسلا لو احنا بنتكلم على حاجة زي فانت ضفت هنا مسلا البرتوكول اللي هو هيتعامل به مع الصفحة اللي انت بعتها اللي دي صفحة ويب ولا حاجة. فده لما توصل له رسالة دي هيبقى عارف اللي هو يستخدم البراوزر عشان يفتح الصفحة ديت يعني. تمام? فهي ده معنى البرتوكولات بشكل بسيط يعني. اللي انت فيه وسيلة الناس تتكلم فيها مع بعضها. الطريقة الفيزيكا اللي بيتعاملوا بيها هي بس المرحلة بتاعت الايه الفيزيكا الميديم اللي انت موصل كابل ما بين الجهاز ده والجهاز ده. لكن البرتوكولات دي زي ما قلنا مفيش حاجة فيزيكا لوصلة ما بين الاتنين. لا هي طريقة بس ليه التعامل او طريقة عشان ده يقدر يفهم الراجل ده كان بيقول ايه. تمام الكلام ده? وطبعا المفروض كل لير بتتخاطب مع اللير اللي قصادها يعني. وبقى فيه البرتوكول بحيس اللي هما يبقوا فاهمين بعض. آآ ما بين بقى كل لير والتانية في نفس الجهاز نفسه او في نفس الارسال والاستقبال يعني او عند هوست واحد وعند هوست اتنين هتلاقي فيه انترفيس ما بين كل لير والتاني. يعني بيضيف بيانات وفوترز كده مع كل لير من دول. والمعلومات دي هي اللي هتفهم بعد كده الجهاز اللي هستقبل هيتعامل مع البيانات دي ازاي ويفهم البيانات دي ازاي. آآ هنا بيحاول ووضح لنا الفكرة بتاعت البرتوكولز بلي هو قال لك افترض انت عندك جهاز واحد وجهاز اتنين او لوكيشن ايه ولوكيشن بيه تمام? والشخص اللي موجود عندك هنا آآ عايز يبعت رسالة للشخص اللي موجود الجهة التانية تمام? بس الراجل ده بيكلم بالانجليزي والشخص ده بيكلم بالفرنساوي يعني طبعا هنلاقي الكلام بتاعه هنا بالفرنساوي والراجل ده الكلام بتاعه بالانجليزي تمام? فعايزين نشوف وسيلة الناس دي تقدر تفهم بعضها تمام? فبنعتبر اللي ده مسلا بيكلم في ولا حاجة فالكلام بتاعه هيتاخد يروح ليه واحدة شغالة عنده تمام? هنا تمام? هتاخد الكلام دوت وبعد كده هترجمه مسلا للالماني على اعتبار اللغة الالمانية مسلا هي اللغة الوسيطة بالنسبة لهم وبعد كده هتاخد الرسالة ديت يوديها للسكرتير السكرتير هتبعت رسالة بالفاكس تمام? يبقى احنا كده عملنا ايه? زي ما قلنا عملنا انترفيسينج ما بين المراحل وبعضها تمام? لحد ما وصلنا للفيزيكال ميديم اللي هو هيبعت كارت الفاكس من هنا لهنا تمام? طبعا زي ما قلنا كده انت عملت بروتوكول معين بروتوكول دوت هيتنفز عكسه الجهة التانية عشان الراجل التاني ده يفهم الرسالة تمام? فرسالة وصلت كده من الفاكس ده للفاكس دوت تمام? هتبدأ الست دي تاخد رسالة وبعد كده تترجمها للراجل او تديره رسالة اللي كانت بالالماني يروحهم ترجمها للفرنساوي عشان الراجل اللي الجهة التانية دوت يفهمه تمام? فازن ده البرتوكول مستخدم يعني ده راجل بيتكلم انجليزي ده راجل بيتكلم مسلا فرنساوي ولا حاجة وكان اللغة الوسيطة ما بينهم اللي احنا عدين على مرحلة ترجمنا الكلام للالماني وموجودة عندنا هنا مترجمة هترجم من الانجليزي الالماني وعندنا مترجم هنا بيترجم من الالماني الفرنساوي تمام? فهيبدأ يترجم له رسالة والتاني يفهمها تمام? فدي نفس الفكرة اللي احنا عايزين نوضحها سواء على البرتوكولز او على الانترفيس ما بين الليرز وبعضها. طيب هنا بيحاول يوضح لنا الفكرة برضو بتاعت الليرز بشكل تاني هو طبعا احنا في الغالب الليرز الاعلى يعني احنا ما بتهمناش قوي ليه والحاجات دي دي مش مجالنا قوي في الشبكات يعني احنا بيهمنا اللي هو يعني الليرز اللي هي الفيزيكال اللير والديتا لينك اللير والليارز اللي تحت دي فهو انا بيديك مثال اللي هو عرض البيانات من اول لير خمسة لحد لير واحد اللي هي الفيزيكال لير طبعا الفيزيكال لير دي اللي هيبقى فيها اللي بيبعت البيانات ما بين السورس والديستنيشن فكتب لك السورس ماشين والديستنيشن ماشين طبعا فيه بروتوكول ما بين آآ كل لير تمام يعني لير خمسة فيه بروتوكول ما بين هنا وهنا واربعة وثلاثة واثنين تمام وواحد طبعا عندك الايه الكيبل اللي بين البيانات ما بين الاثنين فهنا جاب لك الرسالة او الماسيج اللي كانت موجودة عندك لما نزلت من لير خمسة لير اربعة اتحط لها هدر معين تمام اللير ده او الهدر اللي اتحط دوت هيعرف المستخدم وقتا ما الرسالة دي توصله او وقتا ما الرسالة تيجي تبعت من الجهاز هيعرفه معلومات معينة عشان هو يقدر يترجم الرسالة دي بعد كده لما نزلت من لير اربعة لير ثلاثة لير ثلاثة بدأت تقسم البيانات اللي كانت موجودة بدلا ما كانت ام بس قسمها الام واحد وام اتنين طب هو ليه بيقسم الرسالة موضوع تقسيم الرسالة ده بقى موضوع مهم لانت ممكن تكون تبعت ملفات مثلا ولا حاجة فيديو ولا صوت ولا صور ولا تيكست ولا حاجة هتلاقي الملفات ليها مساحات مش واحدة تمام فارسال بيانات بمساحات مش محددة بيكون صعب طيب عشان نبعد الكلام ده احنا بنحاول نعمل واحدة والمساحات بتاعة دي تبقى سابتة تقريبا يعني فعشان نبعد باكتس بمساحات سابتة وتسهل لنا عملية الارسال والاستقبال والكلام ده فهو قسم البيانات اللي كانت مع ابوتاله دي لام واحد وام اتنين وضف عليه الهدر الخاص بلير ثلاثة فضف الهدر بتاع لير ثلاثة هنا وضف الهدر بتاع لير ثلاثة هنا هتقولي طيب الهدر بتاع لير اربعة هو ضفه في واحدة ما ضفهش في التانية ليه? هو طبعاً يقدر يضيفه في الاتنين. ما فيش اي مشكلة يعني بس هو كده هيحمل بيانات زيادة في عملية النقل. وبالتالي هيبقى سرعة نقل البيانات اقل يعني. طيب هو ايه اللي هيعرف الرسالة دي لما توصل الام تنين ده جزء م ام واحد. باب انا احطط له فلاج هنا. ما عرفه الام اتنين دي جزء من الم واحد. وحطط له هنا فلاج. عرفه الام واحد ده كمالتها في ام اتنين. تمام الكلام ده? بدلا محتاج برضو حط الهيدر اللي موجود عندنا ده اربعة مرتين. لا انا حطيته مرة واحدة وعرفته اللي الرسالة دي تجزء من الرسالة دي. جيه هنا مسلا في الاتنين راح ضيف له اه التريلر او الديل يعني زي بنضيف هيدر وفوتر يعني او بنضيف بداية وانهاية فضفنا الديتا اللي هي الخاصة بليير اتنين اللي هي التريلر اللي موجود عندنا اللي هو تي تو. وبعد كده طبعا اللي ير واحد اللي هي هيبدأ ايه ابعت البيانات بتاعته? البيانات طبعا وصلت زي ما كانت مابعوتها ايه? تمام? طبعا ممكن يكون تطبق عليها موضوع لو يشوف لو فيها خطأ ولا حاجة? طبعا لو فيها خطأ ممكن يحاول يطلب من يبعتها له مرة تانية يعني. تمام? آآ طيب بعد اما استقبلها هيبدأ يشيل بقى الايه? يشيل الهيدر والتريلر اللي هو كان ضيفه ما يبدأ يشيل التين فترجع الرسالة بالشكل ده موجود فيها الهيدر بتاع تلاتة بس وبتاع اربعة وبعد كده هيبدأ يشيل الهيدر بتاع تلاتة ويجمع الرسالة مع بعضها. تمام? فترجع رسالة ام زي ما كانت ومعها الهيدر بتاع اربعة وبعد كما يطلع على اللير خمسة هيشيل الهيدر بتاع اربعة ويتفضل عنده نفس الرسالة. يبقى كده وصل له نفس المعلومة. طبعا ده زي الفكرة اللي كنا بنتكلم عليها من شوية بتاعت موضوع المترجم يعني. آآ هنا كان بيكلمنا بقى الكونيكشن دي يعني انت في آآ كيبل او نقدر نقول وصلة واضحة ما بين المرسل وما بين المستقبل. زي ايه? زي اللي موجودة في التليفون يعني. تمام? يعني انت الدوقت هم بتفتح التليفون بتاعك ترفع السماعة. تمام? لو ادك مشغول او ادك حاجة وانت بتتصل بشخص معين يعني معاناها اللي ما فيش خط فاضي. يعني ما الشخص اللي نقدر بيكلم حد يا اما الخط نفسه مشغول بان حد بيستخدم الخط دوت يعني. تمام? لكن تفتحت الايد حرارة يعني في سكة دلوقتي تقدر تتكلم او في خط محجوز لك يعني. تمام? بعد كي بدأت تطلب حد بدأ التليفون عنده يرن يبقى هو كده حجاز لخط فزيكا فعليا ما بين المرسل وما بين المستقبل. تمام? وبعد كما تبدأ المكالمة بتاعتك انت كده حاجز الخط بشكل كامل وقت المكالمة بتاعتك محدش يقدر يستفيد منه. تمام? طيب ده بالنسبة للموضوع وده اللي بيقى موجود زي ما قلنا في التليفون سيستم. في نوع تاني اسمه ده في الغالب اللي موجود عندنا في شبكة الانترنت. تمام? ده انت بيبقى عندك الباكت والباكت دي بتبقى ماشية كده ايه? ما بين الراوترز وما بين السويتشز وما بين الاجهزة بتاعت الشبكات وبتتنقل من شبكة للتانية كده. نقدر نقول بشكل يعني ايه عشوائي. هو مش مش محدد لك وصلة معينة او مش محدد لك طريق معين انت تمشي فيه. تمام? هو بيبدأ كل شوية يوصل عند راوتر معين ويشوف الرسالة دي المفروض توصل لمين? ويبدأ هو يشوف ايه المصار اللي هو ياخده عشان يوصل الرسالة دي. لكن مفيش آآ طريق فيزيكال كده محجوز لك ما بين المرسل وما بين المستقبل. تمام? وطبعا هما بعد تجرب كتير يعني له اللي هي فعليا طريقة دي هي الافضل بالنسبة لشبكات الانترنت يعني. تمام? طبعا في حاجات ممكن في شبكات الانترنت تبقى الكونيكشن اوريانت دي يعني. تمام? ده لو انت الموضوع فيه سرية عالية جدا يعني وتطبيقات مسلا عسكرية ولا حاجة فانت يهمك للبيانات بتاعتك دي محدش تاني يطلع عليها يعني. تمام? فانت هتبقى عامل خطوط كده آآ داخلية او خطوط بتاعت شبكة خاصة ولا حاجة وتبقى ضامن للبيانات دي ما تتبعتش لحد تاني يعني. يشربك تروح لأي آآ راوتر وممكن حد يقدر يفك تشفير البيانات دي ويطلع عليها. آآ هنا طبعا بيحاول اديلنا امثلة على الكونيكشن اوريانتد والكونيكشن لس آآ سيرفيزيز فاهم اديلنا تلات امثلة على الكونيكشن اوريانتد وتلات امثلة على الكونيكشن آآ ليس. طبعا الكونيكشن اللي بقى فيها الباكت دي هو بيعتبرها آآ ديتا جرام. كمان فهتلاقي كاتب لك انريلايابل الديتا جرام او او والحاجات اللي موجودة عندنا في آآ مدلنا عليها امثلة زي تمام يعني لو فرضنا بتبعت بيانات عبارة عن صفحات مسلا ولا حاجة فطبيعا انت لازم تبعت البيانات دي بترتبها يعني لان انت طبعا لو بعيدها ما يضمن لكش اللي كل البيانات توصل يعني يعني وارد اللي انت بتبعت مسلا ولا حاجة حاجة منهم تعرف توصل وتوصل بترتيب معين وحاجة ما توصلش يعني زي ما تكون مسلا انت بتشوف مثلا على الموبايل ولا حاجة لو في اجزاء قبل كده فاتت خلص احنا اللي فات مات يعني وانت بتشوف الجديد اللي موجود عندك يعني فما فيش مشكلة لو جزء من البيانات ضعت في موضوع فهي ما فيش فيها موثوقية عالية او اعتمادية عالية موضوع لكن في حالة دي لأ بتبقى يعني انت بتدخل بيانات بترتيب معين او عايز بيانات معينة توصل لك بترتيب معين وبشكل معين يعني تمام آآ فهي دي الفكرة طيب بالنسبة اللي موجودة عندنا احنا زي ما قلنا في عندنا اتنين موضل في الشبكات وهم دول هيبقوا محور كلامنا في كل الفصول التالية يعني اللي هو او اللي بنسميها والنموذج التاني اللي بنسميه في نموذجين في الشبكات والمفروض الفصول اللي بعد كده هنبدأ نشرح بعض اللي موجودة عندنا في النمازج ديت ونفهم الفكرة بتاعتهم ايه طبعا احنا في الغالب هنهتم بالليارز اللي تحت يعني يعني الفيزيكال لير لان هي دي الليارز المهمة بالنسبة لنا بشكل كبير آآ موديل يوز دي فورز ستيكست ما بين الاو سي اي وتي سي بي اي بي وهنتكلم على آآ او سي اي موديل اند بروتوكولز وهنتكلم على او تي سي بي اي بي موديل آآ هنا بيقول برينسبلز آآ فورز سيبن ليرز آآ كرييتت فور ديفرنت ابستراكشن ايتش لير برفورم والدفين فانكشن يعني كل لير عندنا كل طبعا بيبقى ليها وظيفة محددة طبعا زي ما قلنا ان شاء الله بعد كده هيبقى فيه تفصيل وهنفهم كل لير شغالة بتعمل ايه والبروتوكولات المتاحة في كل لير منهم يعني احنا طبعا كان مشكلة الشبكات زمان يعني اللي لما بدأ موضوع الشبكات ده شركات زي اي بي ام هو كانت عاملة امكانية اللي انت تعمل توصيل ما بين اجهزة كمبيوتر وانتاج اي بي ام بس يعني ما كانش فيه الموضوع او ما عندكش اه اجهزة مسلا او كروت شبكة تسمح لك انت توصل اي جهاز على اي جهاز يعني لا او كان في البداية كان اه كارت شبكة ممكن يربط اه اجهزة اي بي ام وبعضها يعني تمام لكن عشان نخلي الموضوع عام بدأ يتعامل استندريزيشن للموضوع من الاي تريبل اي بحيس يبقى فيه قواعد سابتة عند تصنيع اه كروت الشبكة وعند اه انتاج السوفتوير بحيس يسمح لك الا اي جهاز ايا كان نوع يقدر يتصل بشبكة الانترنت فطبيعي ده بيقى محتاج بروتوكول او لغة واحدة كل الناس تبقى فهماها يعني تمام او قواعد سابتة كده كل الناس تتعامل بناء عليه. اه تمام? اه هنا بيحاول يوريك الفكرة اللي موجودة عندنا في زي ما قلنا عندنا سبع بتبدأ من الفيزيكال لير بقى اللي هي فيها الكابلز بتاعتنا تمام? ولذلك هتلاقي مفروض هنا التوصيل بقى هو الباقي ده كل ده بيبدأوا يتكلموا مع بعض عن طريق البرتوكولز تمام? طبعا كل لير لها البرتوكولات الخاصة بيها. طبعا البيانات في الخطوة بتاعت الفيزيكال دي بتبقى عبارة عن في المرحلة اللي فوقيها اللي هي بتبقى عبارة عن في النتورك لير بتبقى عبارة عن وهكذا. تمام? اه زي ما قلنا احنا اللي يهمنا طبعا دول كل دول اللي هم علاقة بالتطبيق نفسه اللي يهمنا في الاساس هما الاربعة اللي تحت دول. تمام? اللي هي الفيزيكال لير ونتورك لير وترانسبورت لير. دول هنركز عليهم. اه هنا بيحاول يورينا الفرق ما بين والتي سي بي اي بي مودل. زي ما قلنا فيه سبع لير لكن بيبقى فيه اربع لير. موجود فيه مش موجود فيه اللير بتاعة والسيشن ومش موجود فيه اللير بتاعة الفيزيكال لير. تمام? الكلام ده بيبدأ عندك من اللينك لير. وبعد كده الانترنت وبعد كده الترانسبورت. تمام? اه هنا بيحاول وريك اللي موجودة في كل لير عندك. تمام? من اول حاجة اللينك لير دي طبعا بتشمل الفيزيكال اللير اللي فوقيها. الفيزيكال والديتا لينك لير يعني. تمام? فهتلاقي موجود فيها اللي موجودة عندك على الفيزيكال اللير. اه انت موصل عن طريق الديس التكنولوجي ولا تعمل مية واتنين بوينت احداشر ده واي فاي ولا شغال اه اسر نت ولا شغال سونت. وبعد كده لطبقة بتاعة اللير بيبقى البرتوكولز اللي موجودة فيها الاي بي والاي اس ام بي. والترانسبورت لير بيبقى فيها عندك طريقتين بتوع نقل البيانات او البرتوكولز الخاصة بنقل البيانات اللي هي التي سي بي واليو دي بي. الابليكيشن لير بيقى فيها البرتوكولات بتاعة الابليكيشن اللي طبعا من اشهرهم تمام? اللي هي برتيكست ترانسفير بروتوكول اللي هو الخاص بصفحات الانترنت يعني زي ما بتيجي تكتب كده اه بتاع اي موقع ولا حاجة بتكتب الاول تمام? فده البرتوكول اللي بيفهم الشبكة بتاعتك او اللي يفهم نظام التشغيل عندك اللي انت عايز الصفحة بتاعتك دي تتعرض باستخدام البراوزر يعني. تمام? اول انت عايز تستدعي صفحة بمعتمد على البرتوكول بتاع الاتش تي تي بي. طبعا في بروتوكولز تانية في الابليكيشن لير زي وزي 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 هنا بيكلمك عن المشاكل اللي موجودة عندنا في تصميم دي طبعا موضوع وموضوع والفلو كنترول والمالتبليكسنج والراوتينج. اه هنا بيكلمك على او تقدر تقول يعني او الاوامر اللي انت ممكن تستخدمها يعني وقتا ما تعوز تطلب خدمة على الانترنت فهتلاقي جاب لك خمس خدمات موجودين عندك او طبعا لو انت عايز تعمل ما بين جهازين الجهاز عايز يبدأ يرسل البيانات وجهاز عايز يبدأ استقاب البيانات فانتك ورايح لواحد البيت بتاعه فبقhält روح راiece عند البيت وتبدأ تخبط مسلا على الباب ولا حاج ففي الوقت ده كتاب لك هنا بلوك ويتنج فور ان كومن كونكشن يعني انت ها منتظر الكونكشن يعني خبطت على الرجل هيا منتظر الراجل يفتح لك الباب يعني طيب بعد بكده ده استابلش كونكشن تمام يعني انت كده هتبدأ اللي انت ايه تعمل بتاعتك. طبعا كان فيه غير قبل دي حاجة برضو اسمها يعني. يعني في ناس كانوا بيكتبوها بذل بيكتبوها آآ فكان بيضيف فيها اللي انت وفقت اللي انت تبدأ نفسها. وبعد كده تبدأ تعمل يعني واحد بيخبط عليك على الباب ولا حاجة فانت فتحت له الباب تمام بانت كده اللي انت تتعامل معاه يعني او فتحت الباب عشان تبدأ تتعامل معاه وكده بدأت وبعد كده تعمله تمام? طيب بعد ما عملت بقى هيبدأ حد يبعت البيانات وحد يبدأ يستقبل البيانات. فسند ده عشان تبدأ تبعت البيانات وعشان تبدأ تستقبل البيانات. طيب بعد ما بيتخلصوا المحادسة ما بينكم ما بين بعض بيتبدأوا تعملوا ايه تعملون طبعا على حسب اللي انتم شغالين عليه او النظام اللي انتم شغالين عليه تمام? فممكن واحد بس يعمل ده يكون كافي اللي هو يعمل ديس كونكت للكونكشن او يعمل ترمنيت وممكن تبقى محتاج الاتنين يعملوا آآ طبعا هو برضو بحاول يوريك نفس الفكرة اللي احنا بنقول عليها طبعا هنا بتاعت اللي هي موجود فيها الكرنل والبروتوكول وهنا نفس الفكرة عند الايه? عند السيرفر وعند تمام? وبعد كده بتبدأ اهو وبعد كده تبدأ تعمل اللي انت قبلت موضوع ده وبعد كده بتبدأ انت تطلب بيانات من السيرفر يبدأ السيرفر يرد عليك بالبيانات اللي انت طلبتها بعد كده خلاص انت انهيت التعامل فبتعمل يبدأ برضو السيرفر يعمل من عنده تمام? فده نفس الفكرة اللي تكلمنا عليها من شوية. تمام? آآ طبعا انت زي ما قلنا اللي موجودة عندنا تحت دي اللي موجود فيها بتاعك او الكرنل والبروتوكول اللي هي التعريفات اللي موجودة عندك للكروت اللي وصلة عندك في الجهاز والاجزاء المختلفة اللي موجودة عندك في الجهاز. طيب. هنا طبعا اللي انت بيوريك اللي كل بقى بتبدأ او سيرفز تو بروتوكول اللي انت كل بقى بتبدأ ايه? تتعامل مع اللي اللي قبلها واللي بعدها. زي ما قلنا بتضيف وبتضيف مع اللي اللي قبلها واللي بعدها فدي من سامها لكن ما بين اللي ونظرتها في ما بين الهوست فده بنحتاج بروتوكول يعني. تمام? يعني هنا انت ما عندكش طبعا عمل للك خط دايش كده. عشان انت ما عندكش فيزيكال اه او توصيل فيزيكال او فيزيكال ما بين اللير دي والليير دي. لأ احنا زي ما قلنا انت بروتوكول يعني طريقة معينة للتعامل ده بيبقى فهمها ونفس اللير القصادة الجهة التانية بتبقى فهمها. لما ابعت البيانات هبعتها بشكل عامل ازاي? وهضيف عليها هدر وبيتس شكل عامل ازاي? بحيس لما التاني يستقبلها يقدر يفهمها ويرجع لك الرسالة زي ما كانت. آآ هنا بيوريك قل لك حاجة زي الانترنت وحاجة زي الكونيكشن اوريانتد نتورك زي الاكس خمسة وعشرين والفريم للريلي والاة تي ام تمام? آآ طبعا زي ما قلنا موضوع الاة تي ام ده زي ما قلنا الحاجات اللي فيها فلوس او حاجات امنية او حاجات انت يهمك اللي البيانات تبقى مضمونة يعني فاكيد في الوقت ده تشتغل يعني مش هتشتغل تمام? يعني انت عايز وصلة آآ وحيدة البيانات دي ما تروحش لاي حد حيس ما حدش يسرق الحساب اللي في البنك يعني بتاع تمام? او لو زي ما قلنا بيانات عسكرية ولا بيانات امنية ولا حاجة زي كده فانت يهمك الاتصال بتاعك حتى لو هيكون مكلف لا يبقى في وصلة واضحة ما بين المرسل وما بين المستقبل يعني تمام? وطبعا امثلة تانية على الشبكات زي الاسر نتو الويرلس لان اللي هي 822.11 آآ هنا بيوريك برضو بعض استخدامات الانترنت زي اللي انت تشوف الاخبار وزي الايميل وزي الفايل ترانسفير اللي انت تنقل البيانات يعني تمام? وزي الريموت لوجين اللي انت تدخل على مواقع عن بعد وتستفيد من معلومات في مواقع معينة. هنا بيحاول يوريك شكل كده لشبكة الانترنت. هنا كليانت مثلا او مستخدم عادي. وهنا كان موجودة عندك سيرفرات موجودة في مكان بعيد. وما بينهم كان عندك في عدد من الايه? عدد من الشبكات. هنا مسلا عندك جزء التليفون سيستم. تمام يا راجل ده مسلا نواصل دي اس ال ولا حاجة فوصل على كابل التليفون يعني. وبعد كده عن طريق الشبكة بتاعت التليفون دي بدأ يوصله على الراجل المقدم خدمة الانترنت اللي هو اللي هو انترنت سيرفز بروفايدر. وهنا كان موجود عندك باكبون زي ما قلنا الباكبون ديت اللي كانت بتاخد من السيرفرات اللي كانت موجودة عندك او بتاخد من السيرفر الاساسي يعني. تمام? بيبدأ ياخد من السيرفر بتاعه ويبدأ يحط نسخة عنده على الباكبون عشان يبدأ يبعثها للاي اس بي ومن الاي اس بي توصل للمستخدمين. فازا كل حاجة واخد شكل الابس ديت هتلاقي موجود فيها الوحدة يعني. تمام? طبعا هو بيقول لك اللي موجودة عندك دي عبارة عن راوترز يعني. تمام? طبعا كل راوتر من دول وصل بيه شبكة كبيرة يعني. ممكن كل راوتر من دول يكون متصل بيه الان آآ خاصة بيه. آآ هنا بيوريك في الاسرنت اللي انت مجموعة اجهزة ايه مسلا ومتوصلة بالشكل الباستوبولوجي. تمام? ومتوصل كل اجهزة الكمبيوتر اهيه. تمام? على نفس الايه? على نفس الباص. تمام? طبعا شكل الكابل اللي هو عامله ده كابل كو اكسيل كيبل يعني. آآ هنا طبعا بيوريك الفرق ما بين والادهك في حالة دي انت عندك كابل اللي جاي لك من شبكة الانترنت وبعد كده داخل على او وبعد كده الاجهزة بتاعتك فيها آآ انتنة وكارت يعني او بحيث اللي هي تقدر تستقبل اشارة بتاعت الواي فاي وتتعامل معها وتوصل لك الانترنت. آآ في بعض الحالات بقى زي ما قلنا اللي انت مسلا في الحروب ولا حاجة فاكيد طبعا مش هيبه عندك ولا بيزي ستيشن ولا عندك كابل لانترنت يعني بس انت عايز الاجهزة اللي موجودة عندك تبقى شايفة بعضها وتبقى متصلة مع بعضها. على الاقل يعني ان ما كانش فيهم حد بقى وصل بالامر الصناعي ويوفر لخدمة الانترنت. فعشان توصل الاجهزة دي مع بعضها في نوع من انواع حاجة اسمها تمام ده بيخلي كل جهاز من دول هو في نفس الوقت يبقى او مستخدم عادي بالاضافة اللي هو راوتر لبقى الاجهزة التانية. يعني لو اي واحد منهم عايز يتصل باي جهاز تمام آآ الجهاز اللي في النص هيبقى راوتر يعني افترض الراجل ده عايز يتصل بدا بس المسافة ما بينهم كبير قوي فهيبدأ الجهاز دوت هيدير الاتصال ما بين الجهازين التانية. هيعتبر هو راوتر يعني تمام? هيبدأ ياخد البيانات اللي الراجل ده عايز يبعثها بالادرس بتاعها ويستقبلها وبعد كده يبدأ يبعثها للرجل التاني دوت وهكذا بقى تمام? يقدروا يبعثوا البيانات ما بينهم وبين بعض آآ طبعا هيبقى فيه تفاصيل بعد كده في موضوع آآ هنا كان بيوريك برضو بالنسبة للموضوع الابعاد او الرينج بتاع السيجنل ومساحة التغطية بتاعتها فهنا بيقولك الرينج اوف آآ كومبيوترز ريديو سيجنل يعني بيقولك لو فرضنا الجهاز سي ده المساحة بتاعته التغطية بتاعته للاشارة والجهاز بتاع ايه ده المساحة بتاعته التغطية بتاعته فهتلاحظ طبعا للجهاز ايه و سي ما يقدرواش يكلموا بعض تمام? لان فيه تقاطع كده في النص فبالتالي ده مش هيقدر يكلم ده بشكل مباشر يعني الرينج بتاع ده مش داخل مع ده ونفس القصة الرينج بتاع الجهاز ده مش داخل مع ده فبالتالي انت ممكن تبقى عندك جهاز تاني في النص هو متغطي بالرنج بتاع اي و سي وبالتالي هو ممكن ياخد المعلومات من جهاز منهم ويوصلها للتاني يعني. يبقى هو زي راوتر ما بينهم كده او بين البيانات ما بين الاجهزة وبعضها. اه هنا بيكلمنا عن هنا بيوريك بعض الموجودة عندنا في تمنمية وتمانية طبعا مش كلهم مشهورين مش كلهم مستخدمين زي ما قلنا برضو مجال البحث العلمي يختلف عن مجال التطبيق يعني في الناس بتعمل ابحث في موضوعات كتيرة جدا لكن مش كل الموضوعات دي بتبقى آآ كويسة جدا آآ في التطبيق والشركات بتستفيد منها يعني. فطبعا من اشهر الحاجات اللي موجودة عندنا هنا طبعا الاسر نت تمام? اللي هو تمنمية واثنين آآ بوينت تلاتة وفيه طبعا عندنا اللي هي تمنمية واثنين بوينت احتاشر وزي ما قلنا كان موجود جواه كمان اي وبي وسي وكزا حاجة كده. تمام? وموجودة عندك تقريبا برضو كان في حاجة للبلوتوز تمام? في بلوتوز آآ تمنمية واثنين بوينت خمستاشر. آآ هنا كان برضو بيوريك البرينسبل ماتريك بريفيكسز آآ هنا بقى عشرة السلب تلاتة اللي هي الملي عشرة السلب ستة المايكرو وهكزا لحد هتلاقي بلك الفمتو آآ بتاع الدكتور احمد زويل الله يرحمه. آآ عشرة السلب خمستاشر والقاتو عشرة السلب تمنتاشر وهكزا. ونبقى نفس القصة بيه الموجب عندك الكيلو والميجا والجيجا عشرة والستسعة والتيرة عشرة والستناشر والبيتا والزيتا واليوتا وهكزا يعني. تمام? آآ مهم اللي انتم بقى عارفينهم عشان برضو لو سألنا فيهم في اختياري ولا حاجة نبقى عارفين آآ لو قلت لك مسلا كيلو بايت مسلا ميجا وهكزا تبقى عارف الميجا دي بتساوي كام الجيجا بتساوي كام التيرة بتساوي كام. آآ نكتف بكده ان شاء الله.